قبل الفاصل أنا هنا بقى إيه أتكلم على فكرة نتعلم الدرس في أقل من 30 ثانية تاني أنا اتكلمت مبارح بخصوص مسألة محمد رمضان وبرجع بأكد تاني رسالة إلى النجم محمد رمضان يا محمد صالح الناس ماينفعش نزعل إسماعيل ياسين مش هقولك بقى أسرة إسماعيل ياسين إسماعيل ياسين القامة العظيمة الكبيرة ماينفعش نزعل إسماعيل ياسين ماينفعش يا محمد نفتح على نفسنا مليون جبهة ماينفعش يا محمد يبقى فيه عندنا ما يطلق عليه أحيانا كده فرط القوة على الإطلاق يا محمد صالح الناس يا محمد عشان خطر النبي كل سنة ونت طيب كده رمضان كريم اهدى وقول هديت ودي نصيحة المحبين إذا صح التعبير أو نصيحة راجل لا ناقة له ولا جمل على الإطلاق بخلفاتك مع كل الناس تيجي تقولي مثلا عمر قديب أقولك أنا أحبه جدا جدا بالنسبة لي أنا بقولي يا أستاذ عمر أحبه جدا أحطه على راسي بصراحة تيجي تقولي إسماعيل ياسين أقولك سيد الكل تيجي تقولي فلان وعلان وترتان أقولك وهيعود عليك الخناء بإيه؟ تيجي تقولي أزمة الطيار وبتاع أقولك زي ما قلتلك مبارح يا محمد روح صالح الناس واعتذر وبوس رأسهم وإدفع التعويض اللي حكمت بيها المحكمة وقدم الاعتذار اللائق يا محمد اللي عاوز يبقى نمبر ون وعاوز يبقى كبير أنا كنت بقولها مبارح الكبير يلم وما يزعلش وما فيش حد في الدنيا أبدا أبدا يقول على اللي بيعتذر أنه صغير خالص الاعتذار من شيء من الكبار ماشي أبو حميد قلب الأسد خلي قلبك قلب أسد وما تهابش الاعتذار وما تخافش منه إطلاقا لما تعتذر اللي ينتقدك على اعتذارك يقول اللي نفسه فيه مش مهم اعتذر طالما شايف أنك غلطة أنا بقولك الحكاة بتاعت سماعيل يا سين أنت غلطة موضوع الطيار طبعا غلطة موضوع أستاذ عمر اتصالح ارفع سماعة التليفون وتكلم ونخلص القصة بلا قضايا من هنا بلا قضايا من هناك علشان ايه